رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسمى آيات التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى وإلى سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة بمناسبة فوز مملكة البحرين ممثلة برئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد سعادة النائب علي عيسى إسحاقي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة اليد وفوز الاتحاد البحريني لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي بجائزة أفضل اتحاد أسيوي في الفترة من 2017 إلى 2021 ممنوحة من قبل الاتحاد الأسيوي لكرة اليد وقال سمو الشيخ خالد بن حمد إنه سعيد بما تسجله اليد البحرينية من إنجازات جديدة تضاف لسلسلة إنجازاتها المختلفة في سجل الرياضة البحرينية والتي تؤكد من خلالها تألقها وتميزها على الساحتين القرية والدولية مضيفا سموه أن الفوز بهذا المنصب والجائزة الأسيوية له دلالات واضحة على ما تحظى به هذه الرياضة البحرينية من رعاية واهتمام من لدن عاهل البلاد المفدى واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجهود مميزة يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ساهمت في تحقيقها العديد من المنجزات وتبوئها لمكانة مرموقة على خارطة الرياضة العالمية وأكد سموه أن فوز رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأسيوي للعبة هو تأكيد واضح على ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات إدارية مميزة قادرة على المشاركة الفاعلة في قيادة وتطوير أداء ومستوى مختلف الألعاب الرياضية مشيرا سموه إلى أن حصول الاتحاد المحلي على هذه الجائزة القارية جاءت لتبرهن على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد في تطوير اللعبة والنهج الاحترافي الذي يسير عليه الاتحاد والذي يأتي امتدادا للمسيرة الحافلة للاتحاد التي كانت شاهدة على تحقيق العديد من النجاحات الكبيرة وبرك سموه شيخ خالد بن حمد لرئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد متمنيا سموه كل توفيق للاتحاد البحريني لكرة اليد في تحقيق المزيد من النجاح والتميز موسيقى 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 اشتركوا في القناة